في هذا العدد من برنامج تارغيت سنتعرف على أحد المطارات الأكثر جمالاً في العالم سوفرنا بومي في بانكوك ارتفاع برج المراقبة 132 متراً إنه الأعلى في العالم هنا سنوياً 300 ألف رحلة من وإلى 71 دولة المرحلة الثانية من توسيع مطار سوفرنا بومي بدأت الآن الهدف وزيدة قدرته على استيعاب عدد أكبر من الركاب والبضائع ليصبح البوابة الحقيقية للدخول إلى آسيا تم افتتاح المطار منذ العام 2006 يبعد 25 كم فقط عن مركز المدينة المطار الدولي في بانكوك غالباً ما يصنف خامس أفضل المطارات في العالم سيكشف النقاب عن وجهه الجديد في عام 2017 المرحلة الثانية من بناء مطار سوفرنا بومي تمثل استثماراً يعادل مليار وأربعمائة مليون يورو سنوسع قدرته على استيعاب المسافرين من 45 مليون مسافر إلى 60 مليون مسافر سنوياً عمل يتطلب توسيع متر الأنفاق لنقل الركاب وتشهيد بناية تجارية جديدة مع مرآب لوقوف السيارات وتطوير البنية التحتية للمياه والكهرباء لكن أيضاً خصوصاً توسيع المحطة الرئيسية وبناء محطة جديدة للأقمار الصناعية هذا القمر الصناعي سيكون بطول كيلومتر واحد أما مساحته فهي 216 ألف متر مربع على أربعة طوابق و28 بوابة مصممة خصيصاً لطائرة أيرباس أي 380 تطوير حركة الركاب وتعزيز عمليات الشحن أيضاً اليوم هذا المطار يستوعب 3 ملايين طن سنوياً الخصوصية الأخرى هي المنطقة الحرة والتي تعد فريدة من نوعها فالمستودعات مرتبطة مباشرة بمحطة الشحن فوائد المنطقة الحرة هي الإعفاء من الرسوم الجمرهية وضريبة القيمة المضافة إنه توفير للوقت والمال محطة البضاء تقع على بعد 100 متر خلف المستودعات المطار على بعد كيلومترين فقط من الطريق السريع و6 كيلومترات من السكرة الحديدية و60 كيلومتراً من موابات الميناء ومرتبط مباشرة بخمس مطارات دولية أخرى في تايلند لدينا كل ما يجعل منا بوابة آسيا فالمنتوجات التي تصل إلى هنا يمكن إعادة توجيهها إلى جميع أنحاء آسيا في وضع 24 ساعة الأهداف طموحة للغاية المطار سيستوعب حوالي 122 مليون مسافر وأكثر من 6 ملايين طن من البضائع سنوياً اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر